مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة مستر إدمو الآن أتواجهت بغادة معمورة بالليل رفقة سلام رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مبارك سحو السلام إن شاء الله سوف أقوم بسرد قصة معكم وهي قصة القاضي والأمير يحكى أن أميرا كان يسمع عن وجود قاضي نزيه ودكيه وقرر أن يقوم بالذهاب عنده فقرر الأمير أن يتنكر على أنه تاجر وأخذ حصانه ثم ذهب لاتجاه البلدة وفي طريقه للبلدة التقى بكسيح وطلب منه أن يعطيه صدقة فقام الأمير بإعطائه صدقة من تم تمسك الكسيح برداء الأمير ونظر له الأمير باستغراب وقال ماذا تريد أم أعطيك الصدقة فقال له الكسيح أريد أن تقوم بإيصال إلى البلدة فوافق الأمير واستحبه معه للبلدة وحينما وصل الأمير أخبره أن يقوم بالنزل لأنهم وصلوا للبلدة فرفض الكسيح أن ينزل من الجواد فقال له الأمير لماذا لا تريد النزل فقال له الكسيح كيف أنزل والجواد جوادي من تم اشتد غضب الأمير فبدأوا بالشجار حتى أتوا الناس وقاموا باستحابهم إلى القاضي فذهبوا عند القاضي ووجدوا هناك سمانا ونجارا فقال له النجار أنا ذهبت عند السمان كي أشتري سمنا وحينما أردت أن أدفع له المال أخذت محفظتي من تم أراد السمان أن يسرقها مني فأمسكت بها وأحضرته إلى هنا فقال السمان كل هذا كذب وافتراء حينما دفع لي المال أردت أن أضعه في حقيبتي فسرقه مني النجار فأتيت به إلى هنا ففكر القاضي قليلا وقال اترك المال عندي حتى الغد وانصرفه فحان دور الأمير والكسيح فقال الأمير التقيت بهذا الكسيح وأراد أن أقوم بإيصاله للبلدة وقمت بإيصاله ولم يريد النزول على جوادي فقال الكسيح أيضا كل هذا افتراء وكذب إن الجواد جوادي ولقد التقيت بالتاجر وأخبرني أن أقوم بإيصاله للبلدة فقمت بإيصاله للبلدة ففكر القاضي قليلا وقال اترك الجوادي عندي حتى الغد واغتيه وفي الغد أتى النجار والسمان والأمير والكسيح فبدأوا بالنجار والسمان فقال القاضي أعطي المال للنجار أما السمان فاجلدوه خمسون جلدة من تم حان دور الأمير والكسيح فقال القاضي للأمير هل يمكنك أن تعرف جوادك من بين عشرين جواد فأخبره الأمير نعم طبعا يمكنني من تم قام بسؤال للكسيح نفس السؤال فأجابه أيضا بنعم فذهبوا للإصطابق فوجد الأمير جواده بسرعة وكذلك الكسيح وجد جواده من تم قال القاضي اعطيوا الجواد للأمير ليس الأمير طبعا التاجر يعتقد أنه التاجر اعطيوا الجواد للتاجر وجلدوا الكسيحة خمسون جلدة فأخذ الأمير جواده من تم وخرج عند خروج القاضي قام الأمير بتعقبه من تم رآه القاضي ثم التفت له وقال لماذا أنت تتعقبني فقال له الأمير أريد أن أعرف كيف أعرفت بأن السمانة هو من سرق المال وأن الجواد هو جوادي فقال له القاضي أخذت المال وقمت بوضعي في الماء وتركته حتى الغد ولم أجد به سم فقال لو كان المال للسمان لصاعد السمن فوق الماء فقال أما الجواد لم أحضركم للإصطابل كي تتعرفوا على الجواد بل أحضرتكم كي أرى من الذي سوف يتعرف عليه الجواد حينما ذهبت أنت عند الجواد قام بإنزال رأسه راضيا وحينما ذهب الكسيح قام برفع رأسه مستنكرا فقال له الأمير أنا لست تجهرا إني أمير هذه البلدة وسمعت عنك وأردت أن أراه هل أنت حقا جدير بما أسمعه عنك نعم فشكره الأمير وأراد أن يقوم بمكافأته فرفض القاضي وقال كيف سوف تكافئني وأنا لا أقوم إلا بعملي كانت هذه قصتنا لليوم أتمنى أن تعجبكم رمضان كريم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيس ترجمة نانسي قنقر